ذل أن نقف هنا موقف التنبيه حقيقة هو أيضا لعلكم تذكرون بها الامتهان للفظ الجلالة خاصة في الأسماء يعني بعض المحل التجارية تكون على طريق مثلا الملك عبدالله رحمه الله أو على الملك سلم يعني ملك عبدالله بالذات الملك عبدالعزيز ويكتب أحيانا في مثلا حاويات أو أوراق أو ما شابه ذلك لا ينتفت إليه الإنسان لا يعبه بها فيرميها ويكون فيها استهانة بذكر الله عز وجل كلمة لهذا وكلمة لمن يستهين أيضا بالصحف أو بالبعض ما فيه ذكر الله عز وجل وإسم من أسماء الله جل وعلا يا أخ الكريم كل ما في ذكر الله يجب احترامه بمعنى أنه يجب أن يصانع عن الامتهان وليس أنه له حرمة من حيث المسهما إلى ذلك مما يتعلق بالمصحف مما يتعلق بالمصحف إنما الكلام فيما إذا كان هذا في ذكر الله فإنه يجب أن يصانع ويحترم ولا يلقى في الزبل ولا يلقى في أماكن الامتهان أو يجاس بالأرجل أو كلام أو الموضع بالأرجل أو الموضع النعال أو ما أشبه ذلك وإذا وجد الإنسان شيئا من ذلك ينبغي أن يزيله وإذا كان الإنسان يعني محتاج إلى أن يوصف أو يكتب على هذه الأوراة الموصوفات مثلا أو حاويات أو الأوراة الأكياس فليتجنب الكتابة ما استطاع وإن كتب فإن المسئولية مسئولية صاحب الكيس لأنه لما أنا أكتب لك كيس في كيس اسم موضع المحل فأنا ما قلتك لحطه بالزبالة يعني إلا إن كان مما يلقى ويمتهن معروفا أن يلقى ويمتهن فهنا ينبغي صيانته عن أن يلقى وأن يمتهن أو أن يصنع أو أن يذكر فيه ما فيه ذكر الله عز وجل وليعلم أن هذا يرجح إلى القلب وما فيه من تعظيم الله عز وجل فكلما عظم في قلب العبد إجلال الله وتعظيمه تجنب وتوقع أن يكتب شيئا مما فيه ذكر الله فيه موضع الامتهان ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له ذكرني حديثكم هذا خاصة في الحاويات البلاستيكية أو مثلا الغطاء ليكون لمياه الصحة والمياه الغازية وكذا يكون أحيانا فيها ألفاظ الجلالة يعمد أحدهم تأذى اللي شيخي بالفكرة بصها يعمد أحدهم بقطنة أو بمنديل أو نحوه فيجعل فيه مادة من المواد التي تساعد على الزيالة مثل الكلونية وغيرها فتمحى أو تمحوا مباشرة هذا الاسم جيدا يعني يكون هناك يعني عناية بهذا وقصد لهذا وكلنا إن شاء الله حريص على هذا